موسيقى السلام من الله عليكم وحبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان حلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث نتواصل معكم بعرضها عبر قناة الشرقية على الهواء مباشرة نأخذكم إلى آخر الأحداث والأخبار الرياضية التي نحاول أن نضعها أمامكم أولا لأول نبدأ جولتنا لهذا اليوم كالمعتاد من أهم العناوين موسيقى أبطال طاولة البرولمبية يخطفون بطاقة أولمبياد باريس بعد حصولهم على أفضل النتائج في بطولة الأردن الدولية موسيقى مدينة دهوك تشهد ختام منافسات بطولة السوبر التكميلية لاختيار عناصر المنتخب الوطني بالكيك بوكسينج موسيقى والصراع الملتهب يستمر ما بين الشرق والجوية على صدار الدور المحترفين بعد انطلاق المرحلة الثانية موسيقى إذن هذه كانت أهم العناوين بالتأكيد سنأخذكم إلى تفاصيل أخرى وأخبار جديدة لكن بعد فاصل قصير ابقوا معي موسيقى 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 إذن من العناوين إلى التفاصيل أهلا بكم مرة أخرى سادتي الأحبة ونبدأ من الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات الرياضية الكبيرة التي يسطرها أبناء اللجنة البارالومبية وبالتحديد في تنس الطاولة إذ حصل منتخب طانس الطاولة العراقي البارالومبي المشارك في بطولة النادي الوطني الأردني المؤهلة إلى أولمبياد باريس عشرين أربع وعشرين على ستة عشر وساما ملونا من بينها ثلاثة ذهبيات وفضيتين وعدد كبير من البرونزيات رئيس اتحاد وفد اتحاد التنس للبطولة نسيم الشمري أكد في تصريح خاص به الشوط الثالث أن اللاعبين منتظر فاروق ورسول جعفر وهدي العلي حصلوا على الميداليات الذهبية فيما نال اللاعب عبد الرحمن حكمت على الميدالية الفضية وأضاف أن اللاعب نجلة عماد البطلة العالمية حصلت على الميدالية الفضية دمج من فيت سيكس ولغاية فئة نين بينما حصل اللاعب علي عبد الأمير على الميدالي البرونزية دمج فئة تو مع ثري ثلاثة أو خمسة عشر وساما ملونا في تنس الطولة الشمري أكد أن أبطال العراق تمكنوا من تحقيق الأوسمة الملونة في البطولة والتي كانت على النحو التالي زوجي رجال منتظر فاروق ذهب زوجي مختلط منتظر فاروق فضة زوجي رجال علي عبد الأمير ذهب زوجي مختلط علي عبد الأمير فضة زوجي رجال عبد الرحمن حكمة برونزي زوجي مختلط عبد الرحمن حكمة ذهب زوجي نساء هديل علي فضية زوجي مختلط هديل علي برونز زوجي مختلط نجلة عماد ذهب طبعا مبارك و ألف مبارك إلى أبطال لجنة البارالومبية الذين أكدوا علو كعبهم و تأهلوا بجدارة إلى أولومبياد باريس عشرين أربعة و عشرين أبطالنا اللي يعودونه من خلال تحقيق العديد من المنجزات لا سيما في البطولة الآسيوية اللي كانت حاضرة الشرقية معهم وبرنامج الشوط الثالث و اللي كنا معكم من الصين في بطولة آسيوية زفة من خلالها أبطالنا بحصولهم على العديد من الميداليات 13 ميدالية ملونة ما بين 3 ذهب و تنوعت البقية ما بين الفضة و البروز نبارك مرة أخرى إلى الجهود الحثيثة اللي طبعا بالتأكيد يقف وراءها اللجنة البارالومبية و الدكتور عقيل حميد و أيضا أعضاء المكتب التنفيذي الذين يحاولون أن يواصلوا بتحقيق المنجز على المستوى الآسيوي و على المستوى العالمي و أخيرا نتمنى أن تتكلل الجهود بالحصول على أوسمة جديدة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 20-24 إلى رياضة بناء الأجسام إذ أقيمت في بغداد وقاع منافسات بطولة جيم بلاك لمنافسات بطولة العراق الفتنس قلينغ و اللي جرت على قاعة بلاك جيم الأولى طبعا للعام 20-24 و لكل الجنسين و اللي كانت تحت رعاية و إشراف مباشر منها الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام و اللياقة البدنية منافسات البطولة شهدت تنافسا مثيرا ما بين المشاركين بحضور الدكتور فائز عبد الحسن رئيس الاتحاد المركزي للعبة بالإضافة إلى مدربي المنتخبات الوطنية و عدد كبير من أبطال اللعبة كذلك بمشاركة واسعة من أبطال و بطلات تحدي اللياقة البدنية البطولة استمرت لثلاثة أيام و أسفرت نتائجها عن فوز غيث جيم بالمركز الأول و بلاك جيم بالمركز الثاني بينما حلت شالينجر جيم ثالثا و تأتي إقامة هذه البطولة في إطار سعي الاتحاد العراقي لبناء الأجسام لإعداد نجوم المنتخبات الوطنية و زجهم في معسكرات إعدادية للمشاركة في المحافل الدولية يذكر أن أبطال بناء الأجسام تسيد القارة الآسيوية بجدارة واستحقاق بعد نيلهن لقب البطولة الآسيوية لمرتين متتاليتين طبعا أيضا نبارك للإتحاد العراقي لبناء الأجسام و للدكتور فائز عبد الحسن على هذه الخطوات الحفيثة الرائعة من أجل تدعيم وتوسيع القاعدة الأساسية لرياضة بناء الأجسام و اللياقة البدنية التي تشمل أيضا العديد من الألعاب والتي كانت طبعا آخرها البطولة التي تحدثنا عنها طبعا أرجع وأقول أن هذا الاتحاد رغم مطولاته الآسيوية والعالمية و ما يتمتع به من قاعدة واسعة من لاعبين و من أبطال إلا أن هذا الاتحاد ما زال يعاني و يعاني و يعاني يعاني الغياب المالي و يعاني الدعم و يعاني الكثير من الأمور لكن الإرادة الحقيقية اللي يتمتع به هذا الاتحاد و اللي يقودهم طبعا الدكتور فائز عبد الحسن هو أحد الأبطال العالميين في هذه اللعبة يحاول أن يتحدى العقبات التي تقابل الاتحاد و لاعبيه و على نفقتهم الخاصة يواصل أبطال العراق لبناء الأجسام تحقيقهم لهذا الكم من الإنجازات و ما أعرف إش وكت رح تصير التفاتة لهذا الاتحاد و يكون له دعم و اهتمام لأنه اتحاد بمكانة بناء الأجسام واللي خرجنا أباطرة العالم العراقيين ابتداء من علي القيار و عباس الهنداوي و قائمة طويلة من الأسماء اللي ما زال الرياضة العراقية و تأريخ الرياضة العراقية يفتخر بهم إذن طبعا نبارك لاتحاد بناء الأجسام هذه الخطوات و نتمنى لهم الموفقية و النجاح في قادم عملهم إلى اتحاد كرة اليد و ما زلنا نتجول لنتعرف على آخر المتابعات و الأحداث الخاصة برياضتنا العراقية و خصوصا رياضة الاتحادات المركزية إذ أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد جدول مباريات المرحلة الأولى للدوري العراقي الممتاز للموسم الحالي و ذكر بيان الاتحاد العراقي لكرة اليد أن منافسات البطولة ستنطلق في الأول من الشهر المقبل بمشاركة 12 فريق يتبارى فيما بينهم على مرحلتين و بيانه أن جميع الأندية المشاركة عليها جلب كتاب رسمي يؤكد فيه القاعة التي سيقيم عليها المباريات على أن تكون مكتملة من ناحية القياسات القانونية والتخطيط السليم مؤكدا أن كل نادي مستضيف للمباراة يجب أن يوفر حماية أمن الملاعب لقاعة المباراة مشددا على الأندية المستضيفة للمباراة توفير أيضا سيارة إسعاف تكون بالقرب من القاعة طبعا خطوات حثيثة اتخذتها لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد فعلا أنه يجب توفير حماية للقاعات لأنه شفنا أحداث للأسف الشديد يعني أحداث ولو هي قليلة وأيضا موضوع التأكيد على وجود سيارة إسعاف لا قدرنا للحالات الطارئة اللي قد يتعرض لها اللاعب هذه واحدة من مواصفات الدوري الناجح يجب أن تكون هناك سيارة إسعاف وحماية أمن الملاعب وأيضا توزيع للمهام كافة منصات الإعلاميين مقصورة الصحفيين الحضور هذه الأمور اللوجستية يجب أن تتوفر رغم أنه إحنا متفقين أنه إحنا نعاني من غياب القاعات المغلقة في بغداد والمحافظات الخاصة باحتضان عدد من المباريات لهذه النشاطات كرة اليد كرة السلة كرة الطائرة نحتاج رغم أنه كرة الطائرة ما بها احتكاك لكن أيضا سيارة الإسعاف تكون حاضرة لكن إحنا في دور المحترفين يعني مؤخرا من ضمن المطالب المهمة بدور المحترفين أنه يجب أن تتوفر سيارة إسعاف لذلك كان الدوري يمشي بالشافعات ونبارك طبعا مرة أخرى لهذه الخطوات وأتمنى الوفقية لجميع الفرق المشاركة في بطولة دوري اتحاد كرة اليد إلى دهوك العزيزة الغالية أخذكم مرة أخرى وبالتحديد إلى ختام منافسات النزالات التكميلية لمطولة أندية العراق السوبر بالكيك بوكسنج إذ اختتمت في مدينة دهوك مؤخرا النزالات التكميلية لمنافسات بطولة السوبر بالكيك بوكسنج والتي شهدت حضور رئيس الاتحاد العراقي لرياضة الكيك بوكسنج قاسم الواسطي وأعضاء الاتحاد وأيضا جمهور غفير من محبي اللعبة وذكر المنسق الإعلامي لاتحاد الكيك بوكسنج أحمد رحيم نعمة في تصريح فصميه الشوط الثالث أن النزالات جرت لثلاثة أنظمة من اللعبة حيث تأهل ستة لاعبين إلى صفوف المنتخب الوطني العراقي وأضاف أن نجوم العراق بالكيك بوكسنج يستعدون لدخول غمار المنافسات القوية في بطولة تركيا الدولية المفتوحة التي ستنطلق منتصف الشهر المقبل في مدينة اسطنبول التركية بمشاركة نجوم العالم من أوروبا وأمريكا وأفريقيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أيضاً نتمنى الموفقية والنجاح لإتحاد الكيك بوكسنج اللي يقوده طبعاً الشخصية الرياضية المعروف اللواء المتقاعد قاسم الواسطي بالتأكيد الإتحاد يسير بخطة ثابتة بلاعبيه بإنجازاته على مستوى غرب آسيا على مستوى البطولات العربية وأخيراً إلى البطولات الآسيوية عندنا الكثير من المشاركات ونعول على المشاركة في بطولة إسطنبول الدولية اللي رح يكون فيها مشارك عدد كبير من نجوم العالم من أفريقيا من آسيا من أوروبا وبتأكيد هذه البطولات يعني تثمر عن احتكاك مهم لجميع الرياضيين العراقيين وخصوصاً في ألعاب الفنون القتالية لما نتمتع به من قاعدة واسعة لللاعبين وإحنا قلنا مراراً وتكراراً إذا كان الاهتمام بالألعاب الفردية ونعدهم بالشكل الصحيح نضمن ميدالة أولمبية لأننا نمتلق قاعدة واسعة إذا كان في التايكواندو أو الجودو أو الكيكبوكسينج أو الألعاب البقية الأخرى اللي أيضاً المصارعة الملاكمة حتى الآن ننساها ورفع الأثقال لأن عندنا بطنة ما شاء الله عمار يسر الآن تأهل وبجدارة إلى أولمبيات باريس ونأمل إن شاء الله أن يتحقق خلم العراقيين بالحصول على ميدالة أولمبية وهي ما هي بعيدة ولا غريبة لأنه كانت قابقة وسينا ويدنا في العام 2004 مع منتخب العراق في دورة الألعاب الأولمبية أثناء 2004 تحت قيادة الكابتن عدنان حمد فريق الكرة حصل على المركز الرابع كان قريب جداً بالحصول على المركز الثالث والميدالة البرونزية أذكر بكل أسف أن العراق يمتلك ميدالة أولمبية واحدة فقط منذ العام 60 للراحل عبدالواحد عزيز في رفع الأثقال وفي دورة الألعاب الأولمبية في روما لكننا نعول إن شاء الله على أبطالنا مشاهدين الأحبة مشكلة اتحاد الألعاب الجوي ما زال الجميع ينتظر أن يتنفس الصعداء بعد أن وصلت قضية سحب ثقتهم من رئيس الاتحاد السابق حامد رعد إلى المحاكم العراقية وإلى مركز التسوية في طبعاً المحاكم الخاصة للنظر بالطعون والقضايا الرياضية طبعاً الآن مركز التسوية ومحكمة التسوية بصدد إصدار قرار يتماشى مع الأنظمة والقوانين الخاصة بسحب الثقة بعد أن قررت الجمعية العمومية للاتحاد سحب الثقة من رئيس الاتحاد السابق حامد الرعد إذ تستعد محكمة التسوية الرياضية للبت في قضية الثقة أو سحب الثقة من رئيس الاتحاد الجوي السابق حامد الرعد بعد القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية بسحب الثقة من الرعد خلال اجتماع طارع عقدة في كردستان مارس الماضي ولجأت الجمعية العمومية لاتحاد الألعاب الجوي إلى المحاكم بعد اتخاذها الخطوات الرسمية الموجبة بسحب الثقة من حامد الرعد إثر حدوث العديد من المخالفات الإدارية والمالية التي حصلت أثناء الدورة الجديدة للاتحاد كذلك تطالب عمومية الاتحاد بإبعاد الرعد لتجاوزه السن القانوني في العمل الرياضي يذكر أن الجمعية العاملة لاتحاد الألعاب الجوي حصلت على مباركة الاتحاد الدولي لللعبة وموافقة مبدئية من اللجنة الأولمبية العراقية لكن الاتحاد المنحل السابق رفض الامتثال لهذا القرار ورغبات الجمعية العمومية رغم أنها صاحبة السلطة في اختيار من يقودها وبالتالي ستكون لمحكمة التسوية قرارا يعيد النصاب القانوني للاتحاد الذي توقف جميع الشطة الداخلية والخارجية بسبب تعنت الاتحاد المنحل طبعاً ما أعرف يعني أرجع وأقول متى نتحلى بثقافة الاستقالة متى؟ هل أصبح هذا الحلم عصياً على الوسط الرياضي؟ متى نتحلى بأخلاق الفرسان؟ وعندما نجد أن الظروف غير مواتية وأن الجميع لا يرغب بي أن أقود أو أن أعمل علي أن أتنحى وأنزحب بهدوء لكن ما أعرف هذا التعنت والإصرار من الأخ حامد الرعد اللي مرة أخرى أوجه للتحية والاعتساس ما عاد للعمر يبقيه الله يطوله بعمرك إن شاء الله عمرك 85 سنة وبالتالي قدمت الكثير ونبارك لجهودك اللي قدمتها طيلة أكثر من 60 سنة للوسط الرياضي وبالمناسبة أرجع وأقول لك يا سيدنا العزيز الاتحاد ده يقول لك ما رح نتنصل عنك تبقى أنت مشرف على الاتحاد بمرتب مدزي حتى تبقى تتواصل بالعمل الرياضي وعلى راحتك لكن تعنتك ومعاداتك لمحكمة التسوية وللقضاء العراقي وللاتحاد الدولي يعني ما أعرف وين تريد توصل سبعة من أعضاء اتحادك البالغ عددهم تسعة طرحة وثقة بك سبعة يعني بس أنت واحد وياك الآن باقين وبعدين هاي المودة الجديدة أي رئيس الاتحاد يسحبون الثقة منه يروح يسد مقارن الاتحاد ويأخذ الأختام والكتب الرسمية ويروح يغير بالإيميلات ويغير بالمعرف إيش ويخاطم الاتحادات الدولي ايب هذه ما تليق لا تليق برياضة العراق ولا تليق بالاتحادات ولا تليق بإنسان يعني قضى باع طويل من حياته في العمل الرياضي لذلك يعني أرجع وأقول وأتمنى أنه يعني ننهيل هذا الموضوع نكفي هذا الموضوع يعني وصل لأن أنت فلشت رياضة بأكملها صار شهرين قاعدين لا نشاطات عنده بطولات عنده مشاركات أنت الآن جمدت نشاطات ورياضات بسبب تعنتك والجمعية العموية مصر على سحب الثقة من حضرتك فما أعرف يعني رغم أنهم يمتلكون الكثير ترى عليك من مخالفات مالية بالصورة والصوت لكن مد يعرضوها احتراما لتاريخك ذول الناس خلوقين ويتمتعون برقي يعني من نجم قل لهم ليش ما تعرضون هاي المخالفات اللي تثبت أنه بيها قضايا كثيرة يقول لك لا يبقى هو وشار رئيس الاتحاد لكن أنت راح تفطرهم يعرضون هاي الفيديوهات العدهم اللي يعني للأسف قد تسيء إلى تاريخك لذلك أرجع مرة أخرى وأحشياك للمرة المئة صار آني يمكن وأقول لك يعني خلي الأمور تصير طبيعية ودعي لهم بالخير ووفقهم وصير الأب الحنون الذي يجمع أولاده فهذا اللي أقدر أقوله أما يعني أشوفه تشفيرة عليك إذا صدر قرار من القضاء وبعدوك وبالتالي راح تأخذ حتى الفلوس يعني هاي السلف التشغيلية اللي تتأخذها وانت مقال يعني أنا عتبي أيضا على وزارة الشباب لسألناهم قالوا والله ماكو قرار قضائي من المحاكم يا جماعة مطروحة ثقب رئيس الاتحاد على استناد الصرفولة سلف تشغيلية سوى مستلم 22 مليون وهو خارج الاتحاد ولا عند رواتب والمدربين دي يشكون المدربين ترى هي السلفة تشغيلية لتوزيع المرتبات لمدربين المتخبات الوطنية وهناك أكثر من 12 يكون من المدربين على أنهم بس تلموا مخصصاتهم لمدة 3 شهر لذلك يشوفاي القضايا اللي دي تصير وما أعرف هذا الرجل وين يدي يوصل عموما أمن كبير أن تنحل القضية إن شاء الله ويعني نذهب إلى الحلول الناجعة مشاهدي للأحبة إلى الموضوع المهم في حلقتنا لهذا اليوم واللي راح نناقشه طبعا مع واحد من نجوم الكرة العراقية والمدربين الحاليين هي قضية اشتعال الدوري والصراع على الصدارة ما بين الجوية والشرطة دوري المحترفين دخل الآن منعطفا جديدا بعد انطلاق مباريات المرحلة الثانية الشرطة عادة للإمساك بالصدارة وبقوة الجوية يتراجع بعد إن كان متقدما على الشرطة بخمس نقاط هو الآن متراجع عن الشرطة بفارق نقطتين وبالتالي الأيام كفيلة بأن تكشف النقاب عن من سيقود أو سيصل إلى بر الأمان للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا ونرحم بضيفنا الكريم الكابتن العزيز عبد الكريم نافع أحد نجومنا السابقين وهو المدرب السابق أيضا لفريق الشرطة الذي يحل ضيفا كريما معنا في حلقة الشرطة الثالث لهذا اليوم كابتن كريم مرحبا بك سعداء بحضورك الكريم في الشرطة الثالث عبر الشرقية مرحبا سيد محمد سعيد جدا بقناة الشرقية وسعيد جدا بمشاهدي قناة الشرقية وسعيد جدا باسمع صوتك الله يحفظك لا لا أبدا ظل بانا عنك والله مرحبا بك كابتن كريم إذن تعرفتم على ضيفي الكريم الحمد لله وشكر الحمد لله تعرفتم على ضيفي وعلى محور حلقتنا سنذهب إلى هذا التقرير الذي عنده زيد السراج والذي يتحدث عن هذا الموضوع نذهب إلى زيد لا زال صراع الصدارة ملتهبا وعلى أشده بين الشرطة المتصدر والقوة الجوية الوصيف للظفر باللقب لعبون دوليون أكدوا أحقية الشرطة باللقب بسبب حالة الاستقرار الفنية والإدارية التي تعيشها اليوم القيثارة الخضراء طبعا أكيد أن الفريق الشرطة وفريق الجوية دائما صار خمس إلى ست سنوات هم أكثر فريقين متنافسين على الدوري قلوا يقود إلى استقرارهم في الإدارات استقرارهم Bandicole's استقرارهم اللاعبي استقرارهم Alabama وإختارهم الأفضل اللاعبي في إيها حتى على مستوى المحترفين لكن أعتقد نادي الشرطة الأكثر استقرارة من ناحية الإدارة من ناحية اللاعبين من ناحية Bandicole's من ناحية кадorter ولم يخفي قسم آخر أن المشاكل والإبعادات التي يمر بها البيت الجوية كانت السبب الرئيس في نسفه للنقاط والتي أدت إلى التراجع إلى المركز الثاني لكن المشوار لم ينتهي بعد والتنافس قريب جدا أكيد يمكن أن الدوري يمكن أن يشتعل النار في الجوية كان فرق 12 نقاط والآن متأخر مقطع على الشرطة فأكيد الأصول يمكن أن المنافسة حامة جدا يمكن أن تعرف الشرطة للسنة الثالثة على التوالي بطل الدوري الجوية رغم اللي يعني لا نسمع الأخبار أنه بعض المشاكل لاعبين إبعاد ندربين إبعاد لكن يبقى فريق جوية فريق قوي مبارات بعد كثرة جدا يمكن بعد حوالي 17-17 مبارات يعني دوره طويل جدا يعني حسب اللقب الآن يعني سابق اليواني لكن أي فريق راح يخسر نقاط في المراحل الجولات القادمة أكيد راح يخسر كثير جدا والله شوف أنت من تجد هيتش صراع وتجد هيتش فرق متنافسة راح تشوفت بأن تكون دوريك دوري قوي وهي من الأشياء الجميلة أن تجدها بالدوري بأن تجد الفرق متنافسة ماكو فرق بيناتها بالنقاط شوف بالنسبة للفريق الجوي يعني أحكي لك الفريق الجوي هو من ضاع النقاط على نفسه ما احترمات له فريق الشرطة فريق ذي قدم مباراة جيدة وذي يلعب واتمنى لهم موفقية إن شاء الله بس أنا رغب كل هاي أنا صح كلنا نعلم بأن استقرار الشرطة أفضل من استقرار الجوية بس أنا أتوقع أتوقع الدوري الجوي الجوي إذا أعاد خلاص أعتقد الدوري الجوي أهلا مرحبا وسلم فيما بيّن البعض الآخر أن المنافسة المحتدمة ما بين القوة الجوية والشرطة هي حالة صحية بالنسبة لدور نجوم العراق وأن تصدر الشرطة لن يحسم اللقب فربما تعود الصقور في أي وقت من بغداد للشوط الثالث زيد سراج إذن شكرا زيد على هذا التقرير أعود مرة أخرى للترحاب بضيف الكريم الكابتن العزيز عبدالكني منافع كابتن كريم الدوري الآن شهد صراعا ملتهبا على الصدارة ما بين الشرطة والجوية الجوية الذي كان مبتعدا بخمس نقاط ومباراة مؤجلة هو الآن متخلف بنقطتين متساون مع الشرطة بعدد المباريات ما الذي حصل بالنسبة للجوية ولنادي الشرطة تحية لك سيد محمد وتحية لكم كل مشاهدي قناة الشرقية الكرام سيد محمد أعتقد قبل فترة قبل بداية الدوري تقريبا بعد الصدر والجوية فارق تقريب دعش نقطة من الشرطة في حينها قلت لك سيد محمد الدوري ما محسوم بس قلت لك الدوري بين الشرطة والجوية بعض الأخوان سواء مدربين صحفيين إعلاميين قالوا لا ومن ضمن واحد إخواني مهدي كاظم قال دوري للجوية فارق عشان منطقة واخذوها من عندي هسا لازم جيب المهدي كاظم تحيات للأبو هيلي الآن الشرطة لأرجح الآن تحياتنا لحبيبي مهدي فقلت لك أنا منافسة فقط قلت لك الشرطة والجوية مع كفة الجوية في حينها الآن توضحت الأمور تقريبا لأن هسا كل مباراة تلعبها بعد لم يكن تعويض مرحلة ثانية والفرق بدأت تستعد كل الزيان وبدأت تحاول شون تكسب النقاط بأي طريقة ما احترامي أستاذ محمد الإداء شكل والنتيجة شكل الآن كرة القدر نتائج هذا شيء منتهين منه لذلك أقول الآن الشرطة تقريبا 60% نقول تقريبا الكأس أنا كيف حتى الزورة يجي الزورة مركز ثالث يعني بعد ما هاي النتائج الأخيرة اللي كسبها ثلاث فوز بخلاء ثلاث مباراة أربع مباراة مع الكيس أربع مباراة مع الكيس تكون دائما مع الكيس أربع مباراة فوز هذا شيء جيد وأمر جيد طبعا للكادر التدريب الجديد لذلك أقول كيف نحن صير منافسة لنساء محمد كلما صير منافسة أكثر من فريق صير أحلى إذا فريق من فريد فرق عشرة فرق دعش نقطة فرق معاش نقطة أعتقد الدور يفقد طعمه ويفقد الهدف من عنده يصير يعس باقي الفرق الآن المنافسة كبيرة المنافسة طيبة هذه كلها في طريقة كلها في صالح الكرة العراقية وفي صالح لاعبية المنتخب بالذات باعتبار هذه الفرق المقدمة أغلب لاعبي المنتخبات سواء الوطنية والأولمبيا والشباب أغلبها من هذه الفرق فهذا بالتالي ينعكس على أداء اللاعب المتصاعد وبالتالي يخدم الكرة العراقية فالمنافسة جدا قوية بين الشرطة والجوية لا زال الأمر متسع أمام الجوية وسبق وين قلت لك قلت لك الجوية عان من أمور إدارية ولو أشوف المصادر من الجوية تجينا مصادر من البيت الجوي يعني أنا ما عايش قريب عليهم لذلك الكفة أصبحت للشرطة لأن الشرطة استقرار إداري ممتاز جدا استقرار لاعبين ممتاز جدا أما المدرب أي مدرب يجي يقدر يحقق نهيجة بالشرطة بصراحة لأن لاعبين على مستوى عالي كابتن كريم ما احترام كل الكوادر التدريبية إذا سمحت لي أيضا فريق القوة الجوية يشهدوا استقرارا إداريا ويشهدوا استقرارا تدريبيا لكن نتائجه مو بالطموحات بالنسبة لعشاق البيت الأزرق من النحل الفنية الفريق يعاني فنيا ماذا يعاني من خلال تحليلك ومتابعتك للدورة لا قبل ما أستاذ محمد قبل ما نروح على الجانب الفني لا أغلب البيت الجو أغلبها يعني المصادر يقولون أكو مشاكل إدارية بالـ أين إدارية؟ اها كانت نسبية وين كانت إدارية نعم أما تقليك هم يسوفني طبعا الجوية فريق ممتاز الجوية قلت لك يمتلك تشكيتين على مستوى عالي بس مو معناتها استاذ محمد كل فريق يمتلك دكة بدلاء عامرة مو معناتها يعني اللي يفوز بالبطولة أين العلة؟ أين العلة؟ أكون لعبين أك طبعاً أنا في رأي العلة أدارية أثرت القضل أهلها على اللاعبين وإلا اللاعبين يلا طلع لي لاعب الجوية ما يستحق منتخب أغلبهم لاعبين منتخب إذا موطني أو أولمبي وفريق بصراع أنا قلت لك أستاذ محمد فريق الجو من أفضل فرق هذا الموسم وقلت لك سبق وين قلت لك أفضل فريق أفضل التشكيل للجوية مدى عشر سنوات الأخيرة الجوية هذا الموسم على مدى الموسم المنصرمة لذلك أحياناً طبعاً الخلل باللاعبين أحياناً الخلل أكو لاعبين يتمردون أكو لاعبين ربما العقد يعني متأخر ربما تدري اللاعب العراقي وأنا أقولها دائماً أغلب اللاعب العراقيين غير مثقفين يعني بكل شيء لذلك نوبات ربما يزعل اللاعب ربما يتمرد اللاعب ربما ما يرتاح كذا مدرب أو مدرب مساعد أنت تدري أستاذ محمد أغلب المشاكل النوبات أصير من خلال المساعدين حسب ما تجي المصادر أعتقد كافتن حمزة طلع من الجوية قدم استقال أعتقد والله يعني ما علنت رسميا الشغلة موسهلة ما علنت رسميا إلى الآن ما علنت ماذا قرأتها بالتواصل الاجتماعي وأنا ما أعول كثير على التواصل الاجتماعي بس أقول ليش طلع الخبر بس على حمزة إذن أكوي ربما صحية حمزة عنصر مهم مساعد بالكادر إذن يعني استاذ محمد من هذه تستشف ربما أك مشاكل طيب فهذه تلقى مردوثة على نفس اللاعبين وعلى الخارج التدريب الباقي أجوياك قبل شوية حضرتك قلت أنه مو كل فريق يمتلك دكة مدلاء يعني ممكن أن يحصل وأني أوافقك وما وافقك أوافقك الرأي أنه فعلا يعني ممكن إذا كان مدربا جيدا وإدارة متفهمة وعناصر أوكي ممكن لكن ضغط الدوري الآن يعني يومين والثالث يومين والثالث إذا ما عندك دكة مدلاء ما رح تقدر تتواصل بنفس العطاء هذا الموضوع كابتن نعم أستاذ محمد حقيقة تدري ليش لأن إحنا ما متعودين على دور مضغوط صحيح كل السنوات حتى من بس بوقت تكون كابتن كريم كنت تتذكر صار دوري أربع مراحل كابتن أنت بوقتك يعني أربع مراحل إذا تتذكر نعم نعم أنا شنة بيتش تلعب بصلاحة نعم أربع مراحل صارت أستاذ محمد صحيح صارت يعني ممكن الآن اللاعب وبعدنا الآن اللاعب وسائل الراحة متوفرت لأكثر من جينة يعني صراحة قبل إحنا قلة نادر ما ننحجز في فندق ونلعب يعني دائما نروح بالبيت مسألة كل شي عادية الآن اللاعب يلاقي بس إذا تلعب بالمصر نروح قبل يوم صراحة الدعم حتى بات بالبداع أي قبل يوم وأربعين أربعين أربعين قبل يوم لا لا هواية هواية صحيح الموصل تلعنا نروح قبل يوم صحيح يعني الله يذكرك بالخير على عموم سالي محمد إذن أذكر عناصر ومدربين سابقين ومدرجين وتحية أي والله صحيح قبل اختلاف الأمر أستاذ محمد الآن أقول أنا أقول أستاذ الآن متهيئة لللاعب ظروف أكثر من الجيار السابقة فعلى اللاعب أن يكون يعني بدأ يستغل هل هذه الظروف؟ بالمسؤولية كل احترام لللاعبين لا طبعا أكون لعبين بصراحة أستاذ محمد يعني ما يحافظ يعني أصلا يعني إحنا أغلب لعبين ما يكمل 90 دقيقة الآن ودنعاني ده شو باللعباتنا الدولية ولعباتنا نوباتنا نعاني من جانب البدني ورغم خيرة مدربين اللياقة كانت بذاك ذاك الأزمان ما كان مدرب اللياقة خاص صحيح كان مدرب حراس ومساعد نوبات واحد لو ما كواه المدرب يعني قل والله كانت حتى مدرب حراس كان ما كواه يعني 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 في وقت لعبت بالدوري يعني بعدين جاءوا أنا مدرب حراس نعم نعم طيب الآن دورينا متعرض حال المتغيرات سالم حمد حتى حكم رابع كان نعم كان يعني دورينا قابل للمتغيرات في ظل الآن يعني لابد أن نتحدث عن هذا النجف الآن بدأ يتصاعد الزوراء بدأ يتصاعد طلب النتاجة زينة يعني حتى نكون منطقيين أيضا نعم أستاذ محمد أنا معاك نعم قلت لك بس المشكلة الفارغ كبير بينهم وبين الأول والثاني صحيح لذلك المتغيرات ستصير كل الصعب على هاي الفرق من الزوراء ونتنازل لأن صعب يعني يجيون في العشر نقاط أستاذ محمد يعني إذا صار منافسة معنات المنافسة بين نقطتين ثلاث نقط رح نصير مثل مصر أهلي وزمالي أهلي وزمالي وإسبانيا ريالي وبرشي والباقي يعني ما حلو شي دوري يعني حقيقة يعني من وجهة نظري يعني ما حلو آه آنهم أيضا آنهم أيضا قلت لك ستالم حمد بداية حديثي أقول لك كل ما الصير لمنافسة بين أربع خمس فرق ست فرق الصير أفضل يعني أما فريق يعلق عشر نقطة اثنى عشر نقطة وفريق يعني والمركز الثالث وجوه فرق هذا الفرق هواية فرق يعني راح تقريبا شبه يأس الفرق اللي هاي المراكز الأخيرة الرابع الخامس السادس لحد العاشر شنو يصير الحماس الحماس يبقى بالكعب الدوري بالجوه هنا المشكلة الفرق تقريبا معرضة للهبوط راح أصير منافسة كلش قوية وصير بيه ربما مشكالات فأقول يعني الدوري إذا ينحسن بين الشرطة الجوية وبين جمهور الشرطة لذلك يفقد من بريقة طبعا مع احترام لكل الفرق البارها لعبة جيدة ما للنجف وال خوش لعبة كانت النجف و تعادل البارها تعادل والأمانة بغداد طبعا كابتن عباس عبيد أحدث نقلة بأمانة بغداد يعني للأمانة هاي عباس عبيد أحدث نقلة ونوجه التحيل غني شهد لأنه قادم نجف الآن إلى مستوى كبير طبعا قلت لك أنا أستاذ محمد البارها لعبة جدا رائع بصراحة نعم الفريقين النجف والأضافة طيب خليني أسألك كان قراراتها جيدة بمساعدة الفارق طبعا وإلا كان خليني أسألك ونبقى في هذا المخور المهم جدا هي طبعا أنا وياكم التفقين أنه دوري ينحصر ما بين فريقين يعني يفقد الكثير من خواصة لأنه إذا تذكر والله ينتهيك الصحة والعافية إحنا جلنا صغار يعني بالتسعة وسبعين حتى الدور الأخير من الثمانة وسبعين العفو ثمانة وسبعين تسعة وسبعين حتى الدور الأخير من الدور يمتش أننا نعرف من البطل كان الميناء والزوراء والصناعة ثلاث فرق ده تتنافس على المركز الأول وبالتالي انحسم بالميناء من فازة وعلى الشرطة والتجارة عادل ويا الصناعة والزورات عادل ويا الشباب إذا تذكر يعني تعدل وياكم وأنت شنو تعتقد يعني موجود بهذه المبارات شوف الدوري شغل مهم كان كابتن أنا بداية أنا شنت هاي ابنه سيد محمد كان دوري يختلف هاي الفترة اللي قلت علي أنا شنت بنادي الشباب نعم بصراحة إحنا وراء سنة بسنة ثمانية صرنا رابعة دوري صحيح قاهر الكبار نادي الشباب قاهر الكبار حتى ما معروفين أصلا وإحنا والتجارة أيضا القاهر الكبار صحيح يعني التجارة والشباب بعدين نجروا مادي وغلب الفريقين كنا ما معروفين أصلا وصلت طبعا يعني نعم قصد كلامنا كان التنافس موجود صحيح نوبات الطيران نوبات الجوية الزوراء مرات صاروا تاسع صاروا عاشر صاروا يعني هاي حقيقة بدليل صلاح دين اخذ دوري ثلاثة وثمانين صحيح فكانت طبعا المنافسة يعني اختلفت مو قلت لك سيد محمد اختلفت كل الأمور بالكرة بالعراق يعني اختلفت حتى بصراحة الأندية الدوري يعني طريقة الدوري عدد الأندية أستاذ محمد شنة 12 فريق يعني كريم حتى نوعية اللاعبين ترغ تلفت من الصير 20 فريق يعني حقيقة هم أكون وياك طبعا دوري العراق بالتسعينات شغل 24 فريق إذا تذكر لأن شعنت قضية أنه كل المحافظات يندوني لعبوها فتذكر نعم نعم صارت بها أمور يعني شون يقول مجتمعية سياسية سياسية بطلب بصراحة لأن البلد كان ممكن يعني لذا أستاذ محمد هاي مرين بأمور أستاذ محمد بصراحة أنا بات نحكي إحنا هسا الآن إحنا ورا هاي الضغوطات ورا التغيير مهي لازم تقودنا الكلام يقودنا لأن الرياضة مرتبطة بالسياسة أو هو مجتمع مرتبط يعني ما يتفصله إحنا كل هاي الحروب وطائفية ومو جينا نقدم اسم مستويات صحيح حسن موغر أبن السعودية سيد محمد والله صحيح هاي الضغوطات ها وهاي الطلايب وهذا الفيسبوك الشاعلي العملاء والمتطبين مع الأسف مع الأسف والمرتزقة واليكرهون للعراق لا تعرفهم لا تعرفهم لا يعرفهم ما يدري يكرهون راضي ما دري يكرهون يكرهون العراق عم يكرهون العراق ما دري يكرهون الملع ما على الأسف ما على الأسف ما نعرفهم شنو ذول الخاطر الله هاي سوى بس خسرنا وقتها لقدروا الدنيا انقلبت هاي مو رجعنا مو قمنا إحنا وانا كانت قبل اللعبة بيوم كنت بحد الفضايا قلت لها بالعراق معلم على الأماكن الصعبة صحيح على المواقب الصعبة قلت لهم باشر والله نسوي شي إذا كانوا بيومهم اللعب طيب وسوينا شي إحنا متعودين على الصعاب كابتن كريم خلينا نرجع على المخور نعم خلينا حتى ما نطلع من المخور المهم كريم كابتن يعني الشرطة الشون يعني ادارك الأمر وجاب مؤمن سليمان لكي يثمر بالدوري في الوقت اللي أيوب أديشو ما زال مدربا للجوية للموسم الثاني على التوالي وهناك مطالب قليلة تطالب بإبعاده ما بين هذا وذاك يا ريت يعني أسمع رأيك كابتن بالحقيقة الشرطة هو الأخ مؤمن يعني هو سبق وين عمل ويعرفون يعرفون طبائعه وخصاله ويعني جدارته يعرفون لداره أكيد يعني من التعاقده وأكيد الأوليات كانت أسهل ما يجبون مدرب ما يشتغل بالشرطة لذلك تقريب نفس المجموعة يشتغلوا إياها ما هو بس العام جيد فرط يعني أعتقد قريب على البيت الشرطة ولذلك هم متوفق أيضا زادني أستاذ محمد يساعدون لاعبين لاعبين على مستوعان الشرطة وإدارة بصراحة يعني مع كل احترامي خاف نمدح لدارة خاف يقولون كريم يريد لدارة عمل ممتاز عمل إدارة الشرطة حقيقة يعني هذا شيء يعني من تهم أستاذ محمد إحنا مشكلة أنت أهل البيت من تتكلم تتكلم بالصحيح كابتن أنت ابن الشرطة كابتن مثلا طالع أنت ابن الشرطة وبعدين أنت يعني حقيقة تنبذول مجاملة أنت كل شيء منطقي بالتحليل لذلك أنت دائما ضيفنا أستاذ الله يحفظك أستاذ محمد النوبات الحق طريق الحق يقول لك موحش قلة سالكي نوبات تنتقد حتى لو بيت الشرطة نوبات تنتقد يقول لك كريم لين سبق وين طلعه هاي النفسيات الضعيفة يعني تمدح الفريق يقول لك هو يريد يريد يرجع يعني نحن مجتمع غريب التركيب أستاذ محمد لذلك نوبات الانتقاد كل شيء عندنا على الشفرة يعني صعوب الانتقاد صحيح فألا تنتقد أمام ناس واعين مثقفين يعرفون ما معنى النقد هذا من أنتقد ما أنتقد شخص أنتقد عمل يعني صحيح كنا نحن مثلا قلنا الفريق الأولمب الموزيون كان ويتالين بس مو معنى تنصب غضبنا على الأراضي يعني ما معقول لهذه الدرجة التسقيط يا ناس يا عالم لذلك أقول لك الشرطة الآن أفضل إدارة الآن بالشرطة لذلك هم مرقدين الفريق هم محافظين على الفريق وبالتالي كسبهم للمدرب كابتن كريم بس أشغلة صغيرة خليها ما منظارك أكو جندي مجهول يجب أن نعم يعني نشيد بجهوده يعمل بهدوء لا يظهر بالإعلام صامت لكنه أكثر حرصا على صناعة المنجز هو علي الشحماني مشرف كرة الشرطة أو الجهل التحية والاعتزاز هذا الرجل يتمتع ابن كران ذات إذا خسر الفريق بكى وإذا فاز فرح ومواقفه معروفة رغم شوي عصبي هو لكن هذا الرجل أنا اعتبر الحصان الأسود والجندي المجهول في صناعة المنجز شاطر رأيي كابتن نعم سيد محمد أشاطر كرأي بدليل ما تقدر تخالف الرأي لأن الواقع الواقع الآن هكذا يعني يشتغل الرجل والفريق هكذا ما تقدر يعني مواقفة حشان من الخلل مواقفة خلل العمل جيد فأكيد هو يبدو يعني متفرغ للفريق جدا يعني زائد أن موفر أشياء يعني مهمة للفريق سيد محمد حتى بوقت سيد محمد كان كل شي متوفر لنا فريق زين دائما اللاعب أسوفر لو بعدين تقدر إذا موزين الدينة طيب ذلك أقول هو نجح أستاذ الشحماني لأنه موفر كل شي للفريق يعني صحيح الجوية قادر على العودة طبعا من الآن الجوية قادر طبعا قادر إذا توفرت لشنو إذا توفرت لشنو كبير كابتن كريم والله أستاذ محمد إذا تجعل جانب الفنية شو توفر لشو تضيف لاعبين نضيف أكثر من هاي اللاعبين اللعند أفضل اللاعبين العراق بالجوية بس الراد أقول أكو بعض اللاعبين بعض يلعبون فردي لنفسهم يعني الجوية وبعض على الإدارة أن تكون أكثر حزن مع المقصرين رغم هم أعتقد عاقبة وبعض اللاعبين نتيجة النتائج الأخيرة السلبية نعم أما تقل لي نفسون الشرطة هذا من حق من نفسون الشرطة بس الشرطة تفوق سيد محمد ولازم أكون متبوق يعني حتى لو الجوية يعني لو حتى يجبون بعد أفضل من هاي اللاعبين الشرطة يجوز عتم أفضل المنافسة حلوة يعني المنافسة لها طعم بين الشرطة والجوية فنوباء اللاعب أقول أنت مو شرط لتخلي المادة قدامك بس للأسف الوقت تغير يعني هاي الجوية والشرطة والطلبة والزورة هاي من تلبس فانيلتها تدري شوان نجاز محمد صحيح هذا بحد ذات نجاز لللاعب صحيح هاي لاعب مثل هاي الفرق الجامعة نعم احترام للميناء والنجف هاي الفرق مو سهل من مثله كنا نحلم نلبس صحيح بعد بار منتخب لان هاي الفرق اللي كلنادي صار لسبعين سنة هاي مو سهلة يا لاعب يا أخي فانت من تلعب لا تتمرد انت أدي بعدين أدي هاي متعة الجمهورك الجمهوري يطلع يبتي ما يكسر خاطر كابتن كريم يعني اشكرك لحضورك لا تتمرد على مدرب ولا على مساعد اشكر حضورك الكريم الهناقة الجميلة واغتيارك الالوان الجميلة ومو ضربة على الكريم أتمنى لك المنفقية ونجاح وإن شاء الله لقاءاتنا مستمرة شكرا للعزيز الغالي الكابتن عبد الكريم نافع أحد نجوم الكرة العراقية السابقين والمدرب طبعا أيضا اللي عمل مع نادي الشرطة وبالتأكيد يعني احنا معا أنه الدوري يكثر منافسي أما ينحصر ما بين هو حق مشروع طبعا هم أفضل فريقين الآن معتزازي من الباقين يعني الباقين أو الجوية لذلك أتمنى أن نرى في قادم الأيام دوريا يليقي بمكانة الكرة العراقية وبسمعة العراق وبنجوم العراق سادتي الأحبة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي أتمنى أننا تنضاكم واللي أشكر فيها ضيفي الكريم الكابتن العزيز عبد الكريم نافع مدرب الشرطة السابق وأشكر لكم طيب المتابعة وأقول لكم تحيات جميع من كان معي بالزملاء في ستوديو البث والكونترول ومن المخرج المبدع دائما الذي عاد إلينا مرة أخرى وسيم وسامة ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر على أمل اللقاء بكم بإذنه تعالى وحلقة جديدة من حلقات الشرط الثالث عبر الشرقية حتى ذلك الحين استودعكم الله وقال لكم بإمان الله